الأشريف وصلاح عشان ماتش السوبر لكن الحقيقة هما السيزن ده مقدمين مستوى عالي جداً كل فرصة بتجيلهم بيستغلوها أفضل استغلال وصلاح في الفترة الأخرينية كمان نشو الله كل ما بينزل يعني زمالك في الدولة زمالك جميلة ومبارح أو أول مبارح يوم الماتش بتاع السوبر في نهضة بركان فواضح أنه لا الأهلي ومسلماني أعتقد كمان ليه فضل في ده بشكل كبير ليه فضل بشكل كبير وخصوصاً أنا بتشوف معدن اللعيب الكبير بيظهر في المبارحات الكبيرة يعني أنا ممكن في بعض اللعيبة في المبارحات الصغيرة تلاقيه مكسر الدنيا وبعكده يجي في مبارحات فينال يجي في مباراة كبيرة مبارحات زمالك ما تلاقهوش لكن لعيب بينزل بيغيار لك نتيجة أو بيبقى عامل مؤثر أو بيضيف لخطه هجومك لا هو لعيب كمته كبيرة عشان كده هتلاقي مستر مسماني هو عنده فير عنده فير في حتة يمكن ده اللي بيميز المداربين الأجانب شوي هو عنده فير ما بيحبش ويقرأ لكن في بعض اللعيبة بتحبه يعني المصري بيحبه ويقرأ بقى صريح معاك أوه يعني فيه فيه مداربين بتحبه وتكره لكن حتة الأجنبي هو بيحب مصلحته أنا مصلحتي مع مين حتى ده كان مستر مانوي اللي يقولينا كده على طول فيه لعيبة ممكن ماكنش بيحبها أو بيكرهها أو مش يعني بدون ذكر أسماء لكن بيقوله انت بتكسبني عشان كده بلعبك فمستر مسماني في دي في حتة العدالة بين اللعيب الكويس هيلعب اللي بيكسبني هيلعب وخصوصا مش هتلاقي حد يعني مدرب مش عايز يخسر اللي بيكسبه أي حد بيكسبه هيلعب وخصوصا انت بتواجه في الفترة الأخيرة ان انت عندك عناصر مهمة كان بيبقى فيها إصابات عشان كده بقول لحضرتك ان اللعيبة مساعدة لعيبة لما بتحط رجلها بتلاقيها يعني ياسر إبراهيم ممكن يعود ثلاثة أربعة مبارات ما بيلعبش ورامي بيلعب هتلاقي رامي بعد إصابة كبيرة رجع وجاب مستوى وبقى كويس فشال الحطة الورا رامي برضو من اللعيبة اللي رجعت بسرعة جنة فهتلاقي علي معلول لما بيرجع بيبقى كويس في آيمن أشرف لما بيئدي ناحية اليمين هjcieةTalk وسواء سرب � polls فيه لعيبة ممكن يعني بتضاقي انه اللي بتلاعبنيش في مكاني انا عايز اللعب في مكاني انت بتلعب حد تاني لكن هنا اللعيبة كلها على قلب رجل واحد فعلا وهي المساعدة مستوى المسيمان cannons ان هو يحقق الهدف بتاعه والtarget بتاعه. هيغيب عننا على الاقل مطش اه اه امبي اللي جاي يعني انا هشغل بالي بامبي شوية في مطش الكاسة. هيغيب عننا هاني و اه مجدي افشا. بتشوف غيابهم اه ازاي? اه هاني بيلعب نفس مكانك. تشوف مين الاقرب انه يلعب اه مكان هاني. احمد رمضان. لعبها احمد رمضان اه. بكام لعب بكة بكة. ولعبها اكرم توفيق. اكرم توفيق. وهيغيب كمان اه محمد مجدي افشا. اه واعتقد انه ممكن يكون اسمع رأيك. يعني مش هافرض عليك اه توقعاتي. خلينا اسمع رأيك مين ممكن ياخد فرصة في الحتتين دول في المطش اللي جاي. هو اللي انا بتمنى ان اه يعني رمضان بكة ميرجع ياخد. اه. وخصوصا اه برضو انت برضو في النادي الاهلي محتاج تدعيم ناحية اليمين. تمام. محتاج ان حد شي اللي اجابها مع هاني. وخصوصا انت ما بتلعب بكة ما هو مش مكانه. وبتلعب باكرم مش مكانه. ولكن. هم اللي زين مش مكانهم. مش مكانهم. صريح يعني. لكن بيقدي. لكن بيقديها. يعني. لكن بيقديها. وفي اوقات اه باكة كان عالي جدا وفي اوقات اكرم كان عالي جدا. هو ده. هو ده. يمكن اتكلمت برضو مع حضرك قبل كده على موضوع اكرم ان هو من نجوم الفترة الاخيرة كلها حتى لما شارك وكنا بنتكلم على مباراة المصري في اسكندرية. عالمي. كان كان كويس جدا. وهنا اكرم حتى حيثة الكور بيعودها بالجاري والمجهود. اه. فهنا هو لعيب مميز. وهنا لما بتطلب منه ان هو يلعب في اي مركز. ده بيفيدك انت كمدير فاني. ان انت حتى ممكن تعمل تغييرات من داخل الملعب. يمكن انما تكلمنا على مباراة المصري جدا ما كانت في اسكندرية. ان انت لعبته اكرم دي بندر. وبعا كده لما احتاجته ناحية اليمين لعبته ناحية اليمين. ناحية اليمين. فهنا بيديك مرونة تكتكية. والشحات مرة اعتقد مرة او مرتين برضو. ممكن يلعبها. فاي طرفين لما بتلعب هوف انت ممكن تلعب باك. لان انا برضو انا كنت كده. انا قبل ما لعب بك باك ريت انا كنت بلعب هوف ريت. لكن انت بتبقي عندك الملكة دي لكن الملكة دي لما بتبقي عند لعيب حتى بتوفر عليك انت كمدير فني ان انت تغير من برا. انت ممكن تعمل تغيير من جوة الملع. ده موجود في اي من اشرف. ساعت بيلعب بك ليفت وستاعت بيلعب سير دي باك. اه رمي ربيعة ممكن هتلاقي يلعب عندك سر ديباك ويمكن يلعب دفندر لو احتاجته ان هو تيامل تلعب شوية فدي برضو دي ميزة من ميزات لعيبة النادي الاهلي ان انت عندك حوالي ستة او سبع لعيبة هو ممكن يلعب في اي مكان في الملعب هنا الاهم ان هو لعبيه بيعنده مسئولية يباع عنده ان هو يتحمل الضغوط تحت اي ظروف وبيتهالي كمان يا احمد انه يعني انا بشوف انه طبعا قدر الله مش هكذا فعل انا كنت نسا بقول انه قبل مطش نحض البركان لاول مرة من خطرة طويلة مش فاكر من امتى يعني يمكن حتى من قبل السيزن اللي فات تخلق قائمة النادي الاهلي من الاصابات احنا كنا كامل عدد اه يمكن فيه لعيبة مش فورما فيه لعيبة محتاجة تاخد شوية وقت عشان تجهز لكن اصابات الاهلي كان زيروا اصابات طلعنا المطش يعني اه حققنا سوبر بس لأسف جات اصابات